بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم لمنهج مدارس تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتلو نحن وإياكم الآيات من سورة طاها من الآية الرابعة والعشرين بعد المائة إلى الآية الخامسة والثلاثين بعد المائة إلى نهاية السورة أهداف درسنا أولا طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات أيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وهذا يتطلب منا النظر إلى الكلمة ثم التركيز على الحرف والحركة التي على الحرف ولا نقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه كذلك التأني والتمهل أثناء التلاوة حتى نتمكن من رؤية الحركة وقراءتها صحيحة أيضا تطبيق أحكام التجويد من أهداف درسنا وسنطبق ونبين بعض الأحكام التلاوة بتدبر وخشوع الأما آداب تلاوة القرآن الكريم فأول آداب هو الطهارة نتوضع قبل تلاوة القرآن الكريم أيضا الإخلاص لله تعالى وهو أعظم الآداب أي ننوي بقراءتنا وجه الله أي نطلب رضاه ونطلب الأجر منه سبحانه كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة وتحسين الصوت بالتلاوة دون مبالغة ولا زيادة أيضا البسملة في أوائل السور كذلك من الآداب القراءة بتدبر حتى نفهم كلام الله ونعمل به أيضا التسبيح عند آيات التنزيه يعني الآيات التي فيها تسبيح أو تنزيه لله مثل الآيات التي تجتمل على أسمائه وصفاته إذا مررنا بها نقول سبحان الله ثم نكمل الآيات سؤال الله من فضله عند آيات الوعد الآيات التي فيها وعد برحمة ومغفرة وجنة إذا قرأناها ندعو الله ونسأله من فضله ثم نكمل القراءة الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار أيضا نقف عندها ونستعيذ بالله تعالى من عذابه وعقابه ثم نكمل الآيات هذه الآيات وأيضا تتلوها بعض الشرائح سوف نقرأها إن شاء الله تعالى الطريقة الآن أولا سوف أقرأ لكم الآيات أولا وأنتم تستمعون لها مع التركيز والانتباه خاصة إلى الحركات أيضا بعد ذلك سنبين بعض الكلمات التي نحتاج إلى بيانها وكيفية قراءتها ثم نبين بعض الأحكام التجويدية التي أخذناها في دروس التجويد ثم بعد ذلك نقرأ سويا الآيات قراءة صحيحة وتشاركونني القراءة لأن القراءة لكم أنتم تقرأون معي الآيات إن شاء الله تعالى حينما أطلب منكم ذلك الآن استمعوا للآيات بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها بارك الله فيكم ونفع بكم الآن نبين بعض الكلمات التي نحتاج إلى بيانها لاحظوا معي هذه الواو الصغيرة تتكرر في القرآن الكريم بعد هاء الصلة هذه الواو نقرأ بها في حال الوصل يعني لما نصل كلمة له معيشة هذه الواو متعلقة بالها فإن وقفنا على الها نقول له إذا وصلنا نقول فإن له معيشة ضنكا ضنكا لاحظوا معي التنوين حينما يكون على الألف لما نقف عليه نقف بالألف نقول ضنكا هكذا نقرأ هذه الكلمة حينما نقف لما نصل طبعا ما الحكم لما نصل كلمة ضنكا ونحشره تنوين أتى بعد حرف الوا والوا من حروف الإضغام مجموعة في كلمة يرملون ومن حروف الإضغام بغنة مجموعة ينمو إذن هنا إضغام بغنة نقول ضنكا ونحشره ننتبه أيضا للضم في الشين والرا ونحشره ونحشره أيضا الواو هذه الصغيرة نأتي بها في حال الوصل ونحشره يوم القيامة أعمى كذلك الألفات الصغيرة التي تأتي في وسط الكلمات نأتي بها أيضا مثل الألف العادية ألف مد يوم القيامة التي بعد الياء يوم القيامة طيب أيضا كلمة ربي لما لاحظوا عندنا في حرف الباء كسرة وفي حرف الميم فتحة فننتبه لا نحول الكسرة إلى ولا نحول الفتحة إلى ألف نقول ربي لما حشرتني لاحظوا كسر فقط وفتح في الميم فقط ربي لما ربي لما ربي لما قال ربي لما حشرتني أعمى طيب هنا حرف الياء وعليه علامة المد وبعده همزة ما الحكم هنا ما نوع المد في هذا المثال أحسنتم هذا مد منفصل نعم لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى فصار مد منفصلا كم نمد المد المنفصل أربع حركات كما أخذنا في دروس التجويد المد المنفصل يمد أربع حركات نكمل الآيات أيضا كلمة آياتنا التاء ننتبه للتاء المضمومة آياتنا آياتنا أيضا كلمة تنسى لاحظوا الضم في التاء تنسى اقرأوا هذه الكلمة أحسنتم لاحظوا معي هذه الكلمة لماذا وضعت هذه الميم هنا ميم على النون ماذا تعني هذه تذكرون أخذنا في دروس التجويد في الصف الخامس الابتدائي إذا أتت النون الساكنة وبعدها حرف الباء فالباء من حروف الإقلاب نعم نقلب النون الساكنة إلى ميم ثم نخفي هذه الميم نقول وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ يَرَبِّهِ يعني لا نأتي بميم خالصة بل ميم لطيفة خفيفة مُخْفَاه وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ يَرَبِّهِ طيب كلمة أخرى ننتبه لها أيضا كلمة يَهْدِي لَهُمْ لا نحول طيب مثل ما قلنا لكم الكسر إلى يَا فقط نأتي بها كسر أَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ يَهْدِي لَهُمْ أيضا نبين كلمة يَهْدِي عن لَهُمْ يَهْدِي عن كلمة لَهُمْ أَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ هكذا نقرأ هذه الآية كلمة لاحظوا الفتحة على اللام يقرأوها أحسنتم قَبَلَهُمْ اللام مفتوحة قَبَلَهُمْ قَبَلَهُمْ رَكِّزُوا على هذه الكلمات التي قرأتها لكم وبينتها لكم الآن بارك الله فيكم سنقرأ الآيات سويا سوف أقرأ وأنتم تقرأوا معي نطبق أولا صحة القراءة وننظر إلى الحركة ولا نقرأ إلا بعد النظر إلى الحركة التي هي للحرف حتى نقرأ الكلمة الصحيحة التأني والتمهل يجعلني أقرأ قراءة صحيحة لأتمكن من رؤية الحركات ثم قراءة الكلمة قراءة صحيحة نبدأ سويا حينما أضع القلم تبدأون القراءة معي وحينما أقرأ معكم أرجو أن تكونوا مستعدين لقراءة أولا نستعيد بالله من الشيطان الرجيم اقرأوا أحسنتم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها لاحظوا معي هذه الكلمة نلاحظ أن حرف الواو عليه دائرة صغيرة ماذا تعني هذه الدائرة تعني هذه الدائرة أن حرف الواو لا ينطق في هذه الكلمة الحرف الذي نجد عليه هذه الدائرة سوى حرف الواو أو حرف الألف لا ينطق هذا الحرف نقول لأولنها لاحظوا أننا لم نأتي بالمد فقط أتينا بالضمة ثم اللام لأولنها أرجو أن تكونوا فهمتم ذلك بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الآية التالية أيضا هذه الآيات نكملها حتى نبين أيضا ما فيها سأقرأ لكم أولا وانتبهوا بارك الله فيكم استمعوا مع الانتباه للحركات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى بارك الله فيكم الآن ننبهكم على بعض الكلمات التي نحتاج إلى بيانها سهلة لكن نحتاج فقط إلى التركيز على الحركات حتى نقرأها قراءة صحيحة كلمة آناء لاحظوا أنها فيها حرف مد وهمزة فما نوع المد في هذه الكلمة؟ طبعا عندنا ألف وبعده همزة المد هنا مد متصل أو منفصل أحسنتم مد متصل لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة أيضا حرف الألف الذي قبله همزة هذا نمده بمقدار حركتين هذا يسمى مد بدل يسمى مد بدل لماذا؟ لأن الهمزة سبقت حرف المد الأصل أن حرف المد تأتي الهمزة بعده هنا جاء العكس جاءت الهمزة قبل فهذا يمد الألف مد يسمى مد بدل نمده مقدار حركتين آناء الليل نقرأها آناء هكذا نقرأ هذه الكلمة كلمة سهلة يسيرة المطلوب فقط التركيز فقط التركيز لاحظوا هذه الكلمة اقرأوا لي هذه الكلمة نتأكد من الحركات ثم نقرأ أحسنتم تمدن فقط تمهل ونظر تمدن ولا تمدن عينيك ننتبه للشدة في حرف الدال وحرف النون الشدة في حرف النون معها غنة أما الشدة في حرف الدال فنأتي بها شدة فقط تمدن لاحظوا النون المشددة معها غنة تمدن هكذا نقرأ الآية أو الكلمة هذه طيب أيضا كلمة أزواجا منهم أيضا زهرة ننتبه للفتحة أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لاحظتم كلمة الحياة الدنيا التاء المربوطة مكسورة ننتبه إذن للحركات أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أيضا لاحظوا كلمة الحياة لما نقف عليها نقف بالهاء لأن التاء المربوطة نقف عليها بالهاء طيب أيضا انظروا إلى الواو نجد عليها حرف الألف ماذا يعني هذا يعني أن الواو لا تقرأ هنا إذا كان فوقها حرف الألف نقرأ بحرف الألف نقرأها الحياة نمد الألف لاحظتم هي مكتوبة بالواو ولكن النطق ننطق بها بالألف لذلك وضعوا الألف فوق الواو ليبين لنا أن النطق يكون بالألف الحياة الحياة الدنيا أحسنتم لنفتناهم نون فتحة لنفتناهم فيه لنفتناهم فيه أيضا كلمة لاحظوا معي بالصلاة لاحظوا أيضا وضعت الألف فوق حرف الواو مثل كلمة الحياة رأيتم نفس الطريقة الحياة بالصلاة إذن لا تقرأ بالواو نقرأ بالألف الذي وضعه فوق الواو طبعا هذه المعلومات تجدونها في آخر المصحف الصفحات الأخيرة من المصحف تجدون هذه تفسيرا لهذه الألفات الصغيرة وكذلك الياء الصغيرة أو الواو الصغيرة تجدون هذا التفسير في آخر المصحف الشريف مثل هذه الياء هذه نمطق بها في حال الوصل وأيضا إذا كان عليها المد نمد هذه مد الصلة هذه الصلة نمدها بمثل المد المنفصل أربع حركات طيب كلمة واستبر واستبر لاحظوا واستبر واستبر عليها أيضا كلمة نرزقك لاحظوا الضم في الزاي والقاف نحن نرزقك نحن نرزقك فقط تأني وتمهل ونظر إلى الحركة نقرأ قراءة صحيحة الآن شاهدتم بارك الله فيكم كيف أننا نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة حينما ننظر إلى الكلمات القرآنية ونركز على الحركات التي على الأحرف ونتأنى في قراءة الكلمة حتى نتمكن من رؤية الحركة وقراءة الحركة على الحرف قراءة صحيحة إذن الآن سنقرأ سويا الآيات تعالوا بارك الله فيكم نقرأ ونكسب الحسنات بقراءة وتلاوة هذه الآيات نبدأ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطَرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْءُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى بارك الله فيكم الآن أنبهكم على كلمة مهمة لاحظوا بارك الله فيكم هذه الكلمة كلمة أزواجا لاحظوا هنا حرف الألف الصغير لكنه بعد حرف الواو إذا أتنا الحرف الصغير هذا الألف الصغير بعد حرف الواو نأتي بالواو والألف أزواجا لاحظوا أتينا بالواو والمد في الألف هنا بينما لما يكون حرف الألف الصغير هذا فوق الواو نأتي بالألف بدل الواو ننتبر هذه الآن سننتقل للآيات التالية آخر السورة الآن سوف أنبهكم على بعض الكلمات ثم نقرأ سويا بارك الله فيكم ركزوا معي سأقرأ لكم الآيات أولا استمعوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الكلمات التي نحتاج بيانها سهلة جدا كلمة تأتيهم لاحظوا بدون يا فقد كسر أولم تأتيهم بينة بالضم ننتبه لها هذه الكلمة أيضا كلمة قبله ننتبه كلمة قبله أيضا كلمة متربص فتربصوا نتأنى ونقرأ بها سهلة يسيرة طيب الآن نقرأ سويا اقرأوا معي الآيات ركزوا ننتبه ونقرأ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم إن شاء الله ألتقيكم في درس آخر إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر